بالفيديو خديجة تريد الاحتفال بعيد زواجها ولكن تواجه الكثير من التعليقات من طرف متابعيها شاهد ماذا قالت خديجة تبذل كل ما في وسعها لتخفيف الألم عن زوجها هشام الذي يعاني من هذا المرض رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لكنها في الوقت نفسه تدرك أن القدرة على الشفاء ليست بيد الإنسان بل بيد الله سبحانه وتعالى إيمانها بأن الله هو الشافي الذي يمدها بالقوة والصبر ويجعلها تستمر في محاولاتها لإسعاد زوجها حتى لو كان الأطباء قد أخبروها أن الحالة متأخرة ولا يمكن علاجها الناس الذين يتابعون قصة خديجة وهشام على وسائل التواصل الاجتماعية قد أبدوا تعاطفهم لكن بعض التعليقات الأخيرة التي طالبت من خديجة بإعادة زوجها إلى المغرب لكي يرونه عائلته قبل فوات الأوان وهذه التعليقات أغضبتها جاءت وكأنها تعبير عن اليأس من الحالة بينما خديجة لا تزال متمسكة بأملها في الله وتؤمن أن الدعاء قد يغير كل شيء من وجهة نظرها الأطباء قد قدموا كل ما في وسعهم وقالوا كلمتهم بشأن حالة هشام الصحية لكن الكلمة الأخيرة تبقى للخالق لأنه الوحيد القادر على صنع المعجزات وتغيير الأقدار في ظل هذا التوتر نشرت خديجة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لزوجها هشام أوضحت أنها تحاول جاهدة لإدخال الفرح عليه بالاحتفال بذكرى زواجها قالت رغم أن هذه الفكرة قد ترونها غريبة ولكنني أرى أن هذه المناسبة قد تكون فرصة لإسعاده ولو قليلا رغم حالته الصحية لقد فكرت في هذا الأمر منذ أسبوع أو أكثر لكنني أشعر ببعض التردد عيد زواجنا في الثامن والعشرون من شهر أغسطس هل هذه الفكرة ستنجح في رفع معنويته وتغيير نفسيته رغم أنها تعرف أن زوجها ربما لن يكون في حالة تسمح له بالاحتفال ولكن بالنسبة لخديجة الهدف ليس الاحتفال بل لخلق لحظة من الفرح والراحة لزوجها وسط الألم والمعاناة